الرسم البياني التالي يمثل Y كدلة لـ X املأ الفراغات في الجمل التالية بناء على الرسم هذا المحور الرأسي Y وهذا المحور الأفقي X في البداية عندما يزداد X من النقطة صفر ماذا يحدث لـ Y؟ إنه يتناقص إذن Y يتناقص انتقلوا إلى الجملة التالية ميل الخط يساوي فراغ لجميع قيم X التي تقع بين X يساوي 0 وX يساوي 3 إذن احسبوا الميل بين X يساوي 0 وX يساوي 3 في كل مرة تتحركون وحدة إلى اليمين على المحور X تتحركون مقابلها وحدة إلى الأسفل على المحور Y أي سالب 1 على المحور الرأسي Y هذا يعني أن التغير في Y يساوي سالب واحد عندما يكون التغير في X يساوي موجب واحد وبما أن الميل يساوي التغير في Y على التغير في X فإنه يساوي سالب واحد على واحد ويساوي سالب واحد لذلك املأوا الفراغ بالعدد سالب واحد مرة أخرى لاحظوا ذلك على الرسم كلما يزداد X بمقدار واحد Y ينقص بمقدار واحد انتقلوا إلى الجملة التالية بداية من X يساوي 3 Y فراغ عندما تزداد قيمة X بداية من X يساوي 3 واضح أن Y يزداد عندما يزداد X إذن املأ الفراغ بالإجابة الصحيحة تزداد قيمة Y الجملة التالية ميل الخط يساوي فراغ عندما تكون قيمة X بين 3 و5 لاحظوا أنه عندما يزداد X بمقدار واحد Y يزداد بمقدار ثلاثة أي أن التغير في Y يساوي ثلاثة عندما يكون التغير في X يساوي واحد تعلمون أن الميل يساوي التغير في Y على التغير في X وبالتالي يساوي ثلاثة على واحد املأ الفراغ بالعدد ثلاثة الآن انتقلوا إلى الجملة التالية عندما تكون قيمة X بين 0 و4 فإن قيمة Y يمكنكم معرفة ذلك بسهولة من الرسم عندما تكون X بين 0 و4 تكون قيمة Y أقل أو تساوي 0 ضعوا إشارة أصغر أو يساوي وأخيراً عندما تكون قيمة X بين 4 و8 تكون قيمة Y أكبر أو تساوي 0 تحققوا من الإجابات تجدون أنها صحيحة وانتهى الحل